اكدت وزارة الصحة على اهمية حصول الفئات الاكثر عرضة للاصابة بفيروس كورونا من اصحاب الامراض المزمنة على التطعيم المضاد للفيروس حيث ان مضاعفات متلازمة الامراض التنفسية تشكل خطورة كبيرة عليهم في حال الاصابة بالفيروس خصوصا وان نظام المناع لديهم يكون ضعيفا مقارنة بالاصحاء يوما تلو الاخر تكشف الدراسات العلمية اهمية اللقاحات ومنهم الفئات ذات الاولوية في اخذها حيث تواكب مملكة البحرين هذه المتغيرات بصورة دائمة وحثيثة من خلال تتبعها لاحدث ما توصلت له الدراسات المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا وزارة الصحة اكدت في هذا السياق على ان بروتوكولات علاج كوفيد 19 وضعت هذه الفئات وهم مرضى السكري والقلب والضغط والسمنة والرابو والروماتيزم والمصابين بنقص المناعة وامراض الكلة المزمنة الى جانب السرطان ضمن من يتوجب عليهم ضرورة الحصول على التطعيم نظرا للمخاطر التي قد يتعرضون لها حيث ان احتمال دخول المصابين الذين يعانون من هذه الامراض الى المستشفى بعد الاصابة بفيروس كورونا اعلى مقارنة بغيرهم من الحالات القائمة بفيروس كورونا كما انهم اكثر عوضة لدخول قسم العناية المركزة وظهور المضاعفات الحادة المؤدية للوفا الحملة الوطنية للتطعيم في مملكة البحرين مستمرة وتشهد توسعا كبيرا على مستوى مملكة البحرين بكثافة ملحوظة حيث تستهدف هذه الحملة توفير التطعيم المضاد لفيروس كورونا لجميع الفئات الاكثر عرضة للمضاعفات المرتبطة بالفيروس بحسب ما توصلت له احدث الدراسات العلمية ان الحملة الوطنية للتطعيم وفرت للمواطنين البحرينيين وكل مقيم على ارض المملكة اللقاح المضاد لفيروس كورونا بشكل مجاني واختياري وخما تعكسه الارقام المسجلة للجرعة الاولى من التطعيم والتي تجاوزت حاجز ثاثمائة الف شخص فيما جدلت وزارة الصحة التأكيد على اهمية مواصلة الالتزام بوعي حتى بعد اخذ التطعيم المضاد حرصا على حفظ السلامة العامة وهما يتطلب التقيد التام بالاجراءات الاحترازية من قبل كافة افراد المجتمع حفاظا على نجاحات مملكة البحرين في مكافحة فيروس كورونا